الحقيقة الأستاذ صلاة عيسى عنده كتاب بيكلم عن مذاكراته لما اعتقلوه سنة 65-60 فهو بيتضرب في مرة متعلق من رجليه زرع بصل يعني راسه تحت ورجله فوق وبيتجلد فالجلاد بيقول لزميله ما بقى ما زقه خد اضرب انت يا زغلول لان انا عليا زنوب كتير قوي يعني الجلاد عارف ان اللي بيعمده غلقت وبسعدي جدا يعني هو رجل مكمل اكل ايه شو كده يا قال له خد اضرب انت يا زغلول عشان انا عليا زنوب كتير قوي اسأله السلسة العيسى وزير الرياضة اشرف صبحي نزل النهاردة من مكتبه وخد كورسته ورح مدرسته قصدي خد عربيته ورح موقبه عشان يشارك في الملتقى الاول لشباب مصر برعاية حزب مستقبل وطن خبره وزير الشباب والرياضة انا رأيي ده مفاتش تموين محدش مصدقني اشرف صبحي كبيره مفاتش تموين بس الناس الناس خلص يعني هتعمل اين المسأل قالك قال له انا خطي احسن من خطك قال له وانا حظي احسن من حظك فهو مفاتش تموين بقى وزير ووزير شابه ورياضة تبقى وزير تموين مصلحي انا رأيي انه كاتب شاعر غنائي عاطفي بس بوزير تموين دولة دولة حولة دولة حولة بامتياز مفاتش تموين يعملو وزير شباب وشاعر عاطفي يعملو وزير تموين واحدة يقول لي ايه المشكلة انت زعلال انه يعمل مؤتمر للشباب ملتقى اقولك المشكلة ان الملتقى ده معمول عشان حاجة واحدة بس عشان يبقى حملة تأييد للسيسي في الانتخابات القادمة حد برضو هيتجسر ويقول لي ايه علاقة وزير الرياضة اللي اذا كان شغال في طابونة ونزل يوجب مع صاحب الطابونة هقولك انا هديك دريل بصوا سيدي لجان شبابية لـ 42 حزب سياسي يعلنون دعم السيسي خلال ملتقى شباب مصر يا شبابك يا مصر يا شبابك مش كفاية عفن بقى ما احنا شفنا ده ايام مبارك وشفناها يا العبدالناصر وشفناها يام السادات وشوف تاني وانتوا بتغيروش تحشدوا مجموعة من العيال الموتورة الابضة اللي وقدة سندوتشات جبنة وزتون وخيارة وكباية مية ويروح يقولك يا مكفاية بقى يا جماعة غيروا انا زي ما قلتلكوا قبل كده زي ما قلتلكوا قبل كده السيسي بيعمل الدعاء الانتخابية بتاعته ما عنديش مشاكل بس مشكلتي انها على حساب مصر يعني وزارة الشباب والرياضة عاملة مؤتمر ملتقى شباب عشان تقل انت ايدها تما ده على حساب مصر ومن ميزانيات الوزارات وعلى صفحات جرائط حكومية بتمول من الدراب المصريين يعني مش بس كفاء انه فقر الناس ده كمان بيعمل دعاية على حسابهم فكرني بمشهد هو مشهد عبقاري مع ان اللي عامل الفيلم انا ما بحبهوش خالد يوسف بس فكرني بمشهد في فيلم كاد بوناصر عبد الرحمن حينما يصاره اللي هو بتاع امين الشرطة ده اسمه حينما يصاره تقريبا يعني لما ينزل الزنزانة ويخلي السجين يوطي عشان يحط على ظهرك ببيت الشاي وبيكتب المحضر منتهى المهانة فتخيل هو ده اللي عمله اشرف صبحي انه راح يعمل مؤتمر بفلوس المصريين ويتكتب ويقرن عنه في الجرائد اللي بتاخد من ضرائب المصريين عشان يقيد السيسي اللي فقر المصريين وزارة الرياضة تفشل انت ما تخليك انت بقولك ايه ما تخليك في المشاكل دي خليك في المشاكل دي انت اه ركز في شغلك انت فاشل في التعامل هو حينما يسرق ده ناصر عبد الرحمن السيناريس الكبير ناصر عبد الرحمن يعني ما تخليك في المشاكل دي انت فاشل في التعامل مع ملف هروب المصريين انت مش عارف تلاحقني يا عيني مسكين والله مش عارف يلاحقني على ده ولا على ده ما تخليك يا عم انت في مشاكل اللعيبة اللي عملا تهرب اخرهم الوقت اللي هوبت على المصارعة سيف شكري اللي راح فك على بولندا عشان هيمس المنتخب بولندا وبعدين المسؤولين طلقوا هاجموه وقالك احنا هنحقق مع الواات سيف ده عارف ليه؟ هنحقق معاليه؟ ليه? ليه؟ الاتحاد قالوا حاجة عجيبة جدا قالك لانه ما بيردش على تليفون افل تليفونه ما بيردش على تليفوناتنا وعملوا راسه يعني انتم عندكوش دم هيرب ما هو هيرب قالك انحقق معشان افل تليفونه تليفونه ما بيردش على تليفونه تبقى هيرب ليه بقى الوقت قالك باخد سبعمائة جنيه وويا مديون بسببه يعني البطل ده هو بيقول بياخد 750 جنيه مرتب بعد الضرائب والاستقطاعات 450 جنيه يعني الزميلي بيحسبوها جوه يعني حوالي 22 يورو في الشهر شايف الشهر اقل اقل انتو ما حسبتوش يا جماعة اللي جوه ما حسبتوش انه بعد الضرائب هو بيقول 750 قبل بعد الضرائب 450 جنيه تخيل في الشهر فانتو حسبها بقى بعد الضرائب ما تحسباش قبل 450 هو قال 11 دولار 11 دولار عارف عارف اقولك على حاجة عارف البنت اللي ممكن تيجي تنظف القوضة الشقة البيت اي حتة انتقعد فيها بتاخد كم ساعة 15 دولار ساعة الراجل دي بطل بياخد في الشهر 11 دولار مكافئة ميداليا بطولة 5000 جنيه ده انا متأكد انه قالشي 5000 جنيه قبل الضرائب لان انا مرة خدت جايزة سينما احسن اغنيه عن اغاني فيلم ماستيريا 5000 جنيه الدهاني 3600 جنيه سألت ليه قالولي الدرايب درايب 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 ايه على الجواز يعني والله الدهاني الغريبة بقى انه بعد كم سنة الدرايب قايتلي انت عليك درايب والدرايب بتاعت ايه قالتلي انت مرة خدت كده مبلغ 5000 جنيه من يجي 11 ساعة عادت ادور فين المبلغ اللي انا اخدت 5000 جنيه ده دورت لقيته بتاع الجايزة المنيلة بنيه لا قلتهم دي وزارة الثقافة استقطعته قدت هوني 3500 جنيه شيك قال لي الراجل قال لي بتاع الدرايب في شارع منصور اللي ودي على ضريح ساعدة ده هو هناك عملولي قضية رحت هناك ولاقيت ناس كتير رايحة قلتهم يا جماعة انا انا خدتها الخمس تلاف خدتها 3600 لكن ا ушمين قال لي ليه قلتلو عشان هم قالوا لي الدرايب فالرجل قال لي وي问 وزارة الثقافة تستقطع لي وزارة الثقافة مش جهة اختصاص قلتوا لو مالي انتوا بيكلموا بعض انتوا روحوا يكلموا Depois انا مواطن ه Levi said اه اا ادخذت جايزة وخذيت قال لي لا لا دحكت عليك وزارة الثقافة ازاي دحكت علي دي وزاره يا وزاره هم مش جهة تقتصاص لشان يستقطعوو منك فالخمس تلاف اللي بيحكي عنها اسيف شكري دي دي قابل الدرايب لانه بعد الدرايب هتوصل تلت تلاف وحالي يعني ما تسويش حاجة كم دولار يعني تخيل فسايب هو الرجل وزير الشباب سايب الناس كده وراح يعمل مؤتمر ملتقى الشباب هو في الاول وفي الاخر تأييد للسيسي لأ والاخ عمر قديب طالع من يومين يقولك لازم يكون فيه حياد في العملية الانتخابية الرئاسية وما ينفعش الدولة تدعم مرشح يا عمر انت مصدق نفسك انت بتستعبط اي نحن اوما الوزير الشباب الراضي بيعمل ايه دلوقتي بيعمل ملتقى لان الشباب تؤيد فيه ترشيح السيسي لا مش بس وزير الشباب الرئاسية ده كل المؤسسات الاعلامية اللي انت معاهم بتعمله ايه عمر قديب يطالب بحياد حياد الله يرحمه والله حياد في انتخابات الرئاسة صدور صفحات وجرائد ومحطات تقول احنا معا فلان مش ما بتقولش احنا معا فلان يا عمر ما بنقولش هتستعبط يد هتستعبط ده ده السجل المدني مع السيسي ده يا راجل تسيبك من السجل المدني قلت لك انا قلت لك انا عدة حملة من يومين مكبرة من المباحث الامن الوطني على كل مكاتب الدعاية في الجيزة خدوا القام تليفوناتهم وبطيقهم وقاللهم اي حد هيعمل بانر او لوحة لمرشح غير السيسي بلغوا عنه عشان حيتقفش راجع وراي عمر وين زي لسأل مكاتب الدعاية احياد ايه السيسي بيعتقل زابط شرطة واتنين محامين عشان كتبوا بوسط تأييل لحمة تنطاوي